اشتركوا في القناة طبعا اصبح جهاز الهواوي P30 Pro تقدر تختار مساحة 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت بالاضافة الى 512 جيجا بايت 512 شفناه سابقا وهو اللون الورنج هو اللون الوحيد اللي يجي 512 جيجا بايت اما بالنسبة للذاكرة 128 عندنا اللونين اللي توفرت بشكل جديد الان اللي هو اللافندر والازرق بالاضافة الى اللون اللؤلوي اللي نزل لفترة محدودة مع كفر سوارفسكي اما بالنسبة للذاكرة الداخلية او ذاكرة التخزين الداخلية الـ 256 هي اول ما نزل الجهاز وكان منها ايضا اللون المميز طبعا الثلاثة انواع من الاجهزة كلها تجيك بذاكرة عشوائية 8 جيجا الرام بمعالج كيلن 980 8 نواء 7 نانو متر فما يختلف الان عندك غير الالوان والذاكرات التخزين فهذا هو الاختلاف الوحيد اللي هي ذاكرة التخزين عن الاصدارات السابقة طبعا المميز والملفت في هذا الاصدار او اللونين الجديدة اللي نازلها الان عندك انه بيجيك باندرويد 10 اندرويد الاخير النظام الاندرويد الاحدث وايضا بجميع خدمات جوجل عادي جدا بشكل رسمي بالاضافة الى واجهة هواوي الاخيرة الاميو 10 فحتستمتع بكافة خدمات الاندرويد وايضا خدمات هواوي على الجهاز اللي ما يعرف جهاز الهواوي P30 برو او ما مر على الجهاز او خلينا نستذكر كذا على السريع اهم المواصفات اللي عندك شاشة 6.47 انش طبعا على نفس الشاشة بصمة الاصبع عندك كاميرا امامية 32 ميجا بيكسل في منتصف الشاشة بالاعلى اما من الخلف عندنا اربع كاميرات ثلاثة بشكل طولي وهي 40 و 20 و 8 ميجا بيكسل طبعا تدعم العدسة الواسعة والواسعة جدا بالاضافة الى وضع البورتريا ووضع العزل وكاميرا الرابعة اللي هي T.O.F اللي هي مختصة بالابعاد والقياس طبعا هذا الجوال برضو ناسي هذا الجوال اللي يصور القمر بخاصية الزوم الكبير جدا في هذا الجهاز طبعا الكاميرات تدعم للذكاء الاصطناعي من اهم ميزات الكاميرات اللي ممكن تشوفها في اي جهاز اخر وانك تصور بوضعين او بوضع مزدوج يعني تكسم الشاشة قسمين وضع بيكون الزوم فيه تقدر تتحكم فيه والكاميرا الاخرى تقدر يكون الزوم عايدة فيها اما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز العملاقة هي 4200 ميلي امبير تدعم الشحن السريع وفيش الشحن السريع موجود بنفس العلبة 40 واط يعني يشحن لك تقريبا من صفر الى 70% في اقل من 30 دقيقة بالاضافة لانه يدعم الشحن السلكي بقوة 15 واط ايضا الشحن السريع للشحن اللاسلكي بالاضافة الى انه الجهاز يتميز ايضا بميزة الشحن العكسي يعني من خلال هذا الجهاز تقدر تشحن مثلا سماعة هواوي اللاسلكية او اي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي ايضا هذا الجهاز هو ضد الماء والغبار بمعيار الـ IP68 لمدة 30 دقيقة لعمق متر ونص تحت الماء طبعا الجهاز يدعم شريحتين اتصال 4G او شريحة وبطاقة ذاكرة اللي هي النانو من ايضا من اصدارات هواوي تقدر تركب عليه ذاكرة خارجية بالاضافة الى تقنية البلوتوث بالاضافة الى تقنية الـ NFC وطبعا لي اكثر من تجربة لهذا الجهاز وبترك لك رابط التجربة بصندوق الوصف اسفل الفيديو بتلاقيها ايضا بالاعلى نيجي للمهم الجهاز متاح للحجزة المسبق لوكا بيوم وحينتهي بتاريخ 18 ديسمبر من هذا الشهر ايش هتستفيد من الحجزة المسبق حتاخد ساعة هواوي الجي تي بالاضافة الى الضمان الاضافي اللي هو لمدة 6 اشهر ضد الكسر للشاشة طبعا قيمة الجهاز 2599 ريال وروابط الحجزة المسبق بتلاقيها بصندوق الوصف اسفل الفيديو اتمنى اكون ما طولت عليكم يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي امان الله